اخوتي اخوتياتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم عبد راحيم قناة الجارية العربية نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير لجميع المتتبعين والمتتبعات ديال القناة ديالجارية العربية اول شيء غد نتكلم لكم على تمديد الالغاء ديالرحالات البحرية يعني كما تشوفوا هنا مباشرة من الموقع يعني رسمي دائما كما تنعودكم راه التمديد الى يوم 25 شهر جوج 2021 يعني جميع الرحلات اللي قبل من هذا التاريخ الى حدود تاريخ 25 راه هم يعتبرون ملغيين سواء من فرنسا الى المغرب او من ايطاليا الى المغرب وكذلك العكس بالنسبة لاسبانيا راه باقي الرحلة الاستثنائية الوحيدة اللي كان دياله نهار غداء ورسالة يعني التسجيل دياله نهار 18 الناس اللي كانوا تسولون على الرقم باش يتواصلوا مع غران دينابي بلوشيره كتبتو وغان عاون نكتبوه في هذا الفيديو وغانقوله دابا هو 01-09-045-99 هنا من ايطاليا كذلك بالنسبة للناس اللي بغوا من فرنسا رغدي نحط لكم كل شيء في دائم صندوق الوصف الخبر الثاني اللي غدي نتكلم عليه بخصوص الرحلات الجوية راح مازالين كما كانوا من قبل يعني ما بين اوروبا والمغرب راح مازالين مفتوحين الا لهذه الدول اللي كانوا المنع ديالهم في الاول هما استراليا ايرلندا نيوزيلاندا هذا كان ابرتير من 19 جنفية كذلك تزاد عليهم افريقيا الجنوبية الافريق الاشيد وكذلك دانمارك وبريطانيا اضافة الى هذه الدول تزادوا تاني دول اخرى اللي هما تكون دائما كما تقولوا استراليا البرتغال السويد اوكرانيا وربوبليكا ديال تشيك هذو كلهم راح الرحلات من والى هذه الدول يعني موقفة موقوفة لحد الساعة كذلك ان هذه الناس اللي عندهم الاصل دياله من هذه الدول ولو يسافر عن طريق دولة اخرى راه ممنوع من الدخول يعني الناس اللي مثلا هو جنسية دياله سويدي وكان في دولة اخرى وبغير يدخل المغرب راح يمنعه كذلك اوكرانيا راح تهوى نفس الشيء وكذلك من الربوبليكا ديال تشيك ومن البرتغال ومن استراليا ومن جنوب افريقيا من كل الدول اللي قلنا من القبل اما باقي الدول را كلهم مسموح لهم انهم يدخلوا عادي بشرط انه يلتزم بالشروط اللي كنا تكلمنا عنهم دائما من قبل هي يدر تس بي سي ار 72 ساعة يدخل المغرب هذي لك كان عنده جنسية مغربية او يكون عنده واحد دعوة من شركة من اجل العمل يعني من اجل انه عنده واحد البيزنس بغير يدره مع هذي الشركة في المغرب الخبر الثالث اللي غادي نتكلم عليه هو بخصوص الجلبة ديال استراتزينيكا اللي قاح استراتزينيكا كما تقول هنا جاردة ديال ماتيو كما تشوفو قلق استراتزينيكا يعني المالوري دوبول فاتشينو يعني اشنا هو الاعراض اللي تتوقع للناس من بعد ما انهم تم التطعيم ديالهم باسراء زينيكا بهذا اللقاح هلاش قالوا ان المانيا راه هذا سائرة لتوقيف هاد اللقاح لان وقفاته في هاد الجيهة اللي غادي نتكلم عليها كما تشوفو ان هاد الجيهة اللي كينا في المانيا اسميتها نورد رينو واستفاليا هاد الجيهة يعني كل الناس اللي جلبوا وهو مشكون هما اللي خدامين في الكلينيكات وخدامين في المستشفيات يعني هادو جلبوا بهذا الجلبة لان كما تشوفو هما اللولين دائما في كل الدول هما اللي عندهم الاسباقية باش يجلبوا اه وبخصوص في المدينة ديال ايمدن هاد المدينة ايمدن اي برومشويغ اهنا برومشويغ ممكن ما انطقتهاش مزيان ولكن هي هدي هاد الناس من اللي جلبوا هاد الجلبة يعني اش نوقع عليهم بدأ تظهروا عليهم واحد الاعراض ونفس الاعراض عندهم كاملين اشنا هما ولو تحسوا بالعياء يعني تحسوا بالآلام في الجسم ديالهم وما تقدروش انه يوقف ما يقدرش حتى يخدم يعني التعاب والعياء يعني فاشل كما تقولوا بها صح تعبير هنا اللي جاء في التقرير ديال الجريدة بان هاد الناس اراهم فاشلين لاش من اللي عاودوا تأكدوا شافوا هادك الجيهة كلها لقاوا ان 37 شخص من بين 88 شخص اللي داروا الجلبة عندهم نفس هاد الاعراض يعني العياء والفاشل وعندهم علم في الجسم دياله كامل لهذا اضطرت هاد الجيهة انها توقف هاد الجلبة ديال الاسترات زينيكا باش دخل الدولة وغاد يديروا لها يعني غير عاودوا يزيدوا يتأكدوا من هاد الموضوع كيف ما قالوا هنا يا قال لك بانهم دابا غاد يزيدوا تأكدوا لان هاد النسبة كبيرة لانه ما تقولوا بان سوى الاسترات زينيكا ولا اي لقاح عنده بعض الاعراض الجانبية ولكن هاد اعراض نفس الاعراض يعني نفس الاشخاص اللي داروا هاد لقاح تبدأ فيه اشكالية ولحد الساعة راهم باقي انتظروا في الموضوع وإلا كان شي جديد ان شاء الله غاد نوافقكم به اخر حاجة غاد نتكلموا عليها هو هاد الترتيب الجديد ديال مناطق هنا في ايطاليا يعني احنا بعجلة اول شي بنسبة لزونة جالة المنطقة الصفراء كان كالابريا بازيليكاتا فريولي فينيتسيا جوليا لاتسيو كانوا قالوا غادو زارنشوني لكن خلاوها صفراء ممكن تقدر تبدن بعد يومين او ثلاثيام هي ولمبارديا لكن حاليا راها لاتسيو ولمبارديا ولماركي بيومونتي بوليا سردينيا فينيتو راهم جالة يعني لحدود اليوم ستاج جوجو هذا راها قارار جديد لخرج لازنه راسوني بورسقالي هم لغوريا توسكان فح Collinsor Luke الله سيشيلة اميلا رومانيا اميلا موليزي ettعد اتبلن تبو لزونة راسة الزونة راسة كون هم عبروزو للمب الومبير او بلزانوсуд وهو كيف يرجع دون مدورة الرشلات وكيبنا Security Elizol وكيبنا تقريبا لوازم أرسل peanut بهم هيا القرابة a بغضي البıored هذا زونة بيانكي يعني نرى ما فيها تشحج الناس يعني يتعاملوا عادي بشرط الكمامة فقط والتباعد والما الباقي كل شيء مفتوح كل شيء نورمال بدون أي مشكلة بدون أي شيء يعني الإدارات مفتوحين عاديين وكل شيء مفتوح عادي وفي الأخير تنتمنوا من الإخوان الأخوات يتمنوا هذه المجهودات ويشتركوا في القناة ويفعلوا الجرس باش يوصلهم دائما جديد الأخبار وخصوصا للناس اللي عندهم مرة حالات سواء الجوية والبحرية لأنهم بعد تعيين الرئيس الجديد رقالوا غد يكونوا يعني تغييرات متغيرات جديدة بخصوص الناس دلإيطاليا بخصوص البونوسات بخصوص أشياء كثيرة اللي غد تكون إن شاء الله في قادم الأيام أما بخصوص الرحلات لكل الإخوان اللي موجودين في أوروبا أو خارج أوروبا رقالوا بأن الاتحاد الأوروبي تدرس في موضوع خاص بالجلباء دي السفار كذا يعني احنا ما نستبقوش الأحداث إن شاء الله كيف يكون خبر رسمي راني غد ينحط لكم في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته